اشتركوا في القناة وذلك حسب الاختيارات التي سوف نقوم بتحديدها وايضا امكانية ترجمة الرسائل الموجودة على الجوال او اذا كان هناك صور مخزنة على الجوال وترغب بترجمة النصوص الموجودة عليها طبعا لا بد ان يتوفر لديك على الجوال تطبيق الترجمة وهو تطبيق رائع يستحق فعلا ان تقوم بتثبيته على جوالك لانه من منتجات شركة جوجل الشهيرة وسوف اضع لكم الرابط داخل الموضوع اسفل وصف الفيديو وبعد تحميل وتثبيت التطبيق على الجوال تقوم بتشغيل التطبيق وسوف نقوم الآن بعملية الترجمة من اللغة الانجليزية الى اللغة العربية بداية نقوم بتحديد اللغة الانجليزية من هنا وهنا اختار اللغة العربية التي سوف اقوم بالترجمة اليها ويوجد لدينا هنا ايضا ميزة رائعة داخل هذا التطبيق وهي امكانية ترجمة جميع الرسائل الموجودة على الجوال والمكتوبة باللغة الانجليزية يتم ترجمتها مباشرة الى اللغة العربية نأتي الان الى كيفية ترجمة الصفحات الورقية المكتوبة باللغة الانجليزية نضغط هنا على خيار الكاميرا وأتوجه مباشرة الى الصفحة الورقية المراد ترجمة النص بداخلها وأقوم بتحديد النص على الصفحة الورقية ثم أضغط على خيار نصف ضوئي وبعدها بإمكانك الضغط على خيار تحديد الكل من أجل عملية الترجمة وإذا أردت نص معين فقط تقوم بمسح هذا النص عن طريق إصبع اليد كما تشاهد هنا وسوف يظهر لدينا الترجمة بالأعلى نضغط على الترجمة فسوف تشاهد تحويل النص الموجود على الورقة إلى نص كتابي بالإضافة إلى الترجمة الموجودة هنا وإذا أردت نسخ النص الموجود باللغة الانجليزية في الأعلى نضغط هنا على خيار الثلاثة نقاط ونختار هنا عكس الترجمة نضغط هنا على خيار النسخ فيتم نسخ النص طبعا خيار النسخ كان موجود في النسخة القديمة وتم إزالته لكن بهذه الطريقة بإمكانك نسخ النص الموجود تحياتنا إليكم دمتم بحفظ الرحمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر